موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كوسكي الصحافة والذي نطالع فيه أهم وأبرز ما قالته المواقع الأخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة لهذا اليوم حيث نبدأ من موقع الموقع والذي تابع بعضا من المآسي التي تحدث في تعز وعنوان الموقع الميليشيا تحول قصر صالة بتعز إلى ثكنة عسكرية ومكتب استخبارات ومعتقل ويقول الموقع أن ميليشيا الحوثي حولت قصر صالة مسكن الإمام المؤيد إلى ثكنة عسكرية ومكان تمركز الدبابات لقصف المدنين بمدينة تعز ومكان استخبارات ومعتقل وينقل الموقع عن مدير مكتب الآثار بمحافظة تعز العزي مصلح قوله عن قصر صالة قبل عام استوطنته ميليشيا الحوثي وصالح وحولته إلى ثكنة عسكرية ومخاذ للأسلحة ومعتقل وكان هدفا لطائرات التحارف العربي ولكنه يقف اليوم كعجوز لم يباغته الموت بعد ويقول العزي مصلح أن قصة المتحف الوطني وقصر صالة أشبه بمسلسل مكسيكي لم تكتمل حلقاته بعد وأن دمرت ميليشيا الحوثي وصالح المتحف الوطني وأحرقته بالكامل إلى موقع يمن مونتر والذي تابع الأحداث العسكرية في لواء العمالقة بعمران وعنوان الموقع مصادر اجتباكات في لواء العمالقة شمالية صنعاء عقب اجتياح الحوثيين باقي مواقع المعسكر وتقول التفاصيل نقلا عن مصادر أو مصدر عسكري قولها أن الحوثيين اجتاحوا مجددا معسكر العمالقة بمحافظة عمران بالتزامن مع قتال عنيف يشهده المعسكر وحصار العمليات العسكرية لللواء وأضافت المصادر ليمن مونتر أن الحوثيين دفعوا بتعزيزات عسكرية وجرى اجتياح اللواء عبر أركان حرب جرى تعيونه من قبل الجماعة وأشارت المصادر إلى أن الاختحام حدث مساء الخميس الماضي لكن اجتباكات عنيف اندلعت مساء أمس الجمعة بين الجنود وتعزيزات الحوثيين الجديدة ومن العنوين أيضا تحالف الأفاعي هل تضع خلافات الحوثي وصالح نهاية للانقلاب في اليمن؟ تساؤل البغض لا يبني وطنا تحت هذا العنوان كتب محمد علي محسن مقاله المشهور في موقع التغيير نت وقال الكاتب نصيحة من محب مخلص لا تعبثوا بتاريخ آبائكم وإن لم يعجبكم في لحظات غاضبة صاخطة فالمشكلة هنا ليست في تقدمية الرعي للأول أو في كونه وحدويا وقوميا بل المشكل فيكم جيل الحاضي للغارق حتى أذنيه بالجهل والبغض وعدم الاحترام لتاريخ آبائكم وأجدادكم أي كان هذا التاريخ حافلا بالأخطاء والشطحات التقدمية الراديكالية في المحصيلة هم أناس على الأقل كانت لديهم مبادئ ومثل تستوجب الفخرة للخجل للأسف البعض يظن أنه وبالخلاص من ماضيه يمكنه حل مشكلة حاضره التي هي في الأساس امتداد لذلك التاريخ الذي يحاولنا التخلص منه ودون ما أدنى اعتبار لحقيقة أن مشكلة اليمنيين ليست في جذورهم العرقية أو القبلية أو مذاهبهم السياسية والدينية أو في كونهم من الجنوب أو الشمال وإنما معذلة اليمنيين تكاد أزلية وبسبب طغيان الاستبداد والفساد نعم المشكلة ليست في تحضر جهة وتخلف جهة مثل ما يعتقد معظم الشباب تحديدا بل في أن المجتمع هنا وهناك لم يهتدي لطريقة ما تنهي استئثار فئة أو قبيلة أو طائفة أو منطقة أو جهة على الحكم بما يعني هذا الحكم من نفوذ وقوة ومال وهيلمة وطغيان التوحد أو التجزئة هما في المحصيلة فكرتان سياسيتان ومن حق أي شعب أن يقرر مصيره ولو بدولة كانتونات تماثل ولاية سويسر المتناثرة أخجلوا حين أسمعوا أحدهم يحدثك عن جنوب عربي ربما جهلا بأن هذا المسمى مرجعه استعماري وأطلق على اتحاد الجنوب العربي المكون من سلطنات ومشيخات وإمارات الجنوب باستثناء سلطنات الواحدي في شبوة والقعيطي والكثيري في حضرموت وسلطنة المهرة وسقطرة وإنني لا أتعجب كيف غل هؤلاء دعاة الجنوب العربي أن حضرموت والمهرة وجزءا من شبوة لم تكن ضمن الجنوب العربي وإلى موقع المصدر أونلاين غارات للتحالف تستهدف معسكر العمالقة بعمران ردا على استكمال سيطرة الحوسيين عليه وعنوان من المحافظة الجوف أيضا مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين في اشتباكات بين مسلحين في الحزم بمحافظة الجوف ومن المكلة أيضا القبض على خلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في حضرموت وقالت التفاصيل أن القوات الأمنية والعسكرية بمدينة المكلة داهمت منزلا وسط المدينة وألقت القبض على خلية من ثلاثة أشخاص وسيارة مفخها كانت تستعد لتنفيذ عملية إرهابية في أحد المرافق الحيوية وفقا لمصادر فإن غرفة عمليات المنطقة العسكرية الثانية فإن المعلومات استخباريتية تمكنت من رصد مكان الخلية الإرهابية بعد بلغات وردتها من سكان محلين حول تحركات مشبوهة داخل أحد المنازل الشعبية بالمدينة ومن الأخبار الواردة في موقع المصدر أولاين بسبب الكهرباء وفات زوجين في ليلة زفافهما بمدينة عدن ويقول الموقع نقلا عن سكان للمصدر أولاين إن عريسا وزوجته توفي في ساعة مبكرة من صباح الجمعة بعد اختناقهما بدخان بمولد كهربائي وانعدام الأكسجين في غرفتهما وذكر أنه عقب زفاف العروس إلى منزل عريسها وضع أو وضع مولد كهربائي قريب من غرفتهما بسبب انطفاء الكهرباء عن مدينة عدن وأضافوا أن أهل العريس قدموا الصباح لإفاقتهما لكنهم وجدوهما قد فارق الحياة إلى موقع التغيير نت والذي تنقل بين العديد من الموضوعات وعنوان جماعة الحوثي تفرج عن مستشار الرئيس هادي بعد ساعات من احتجازه في مطار صنع ومن العناوين أيضا عناصر من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح يقاتلون مع تنظيم القاعدة في المكلة وعنوان آخر في شأن الاقتصادي الدولار يواصل السعودة الجنوني وعدد من البنوك التجارية اليمنية تعلن الإفلاس ومن محافظة الحديدة حملة شبابية لعانة مرضى الفشل الكلوي بالحديدة ومن العاصمة المؤقتة تحالف كلنا أمل عدن يفتتح دورة تدريبية في فن سياغة الخبر الصحفي صراع الدولة ولا دولة في عدن تحت هذا العنوان كتاب باسم الشعبي ما قاله المنشور في المصدر أولاين وقال الكاتب قيادة السلطة المحلية في عدن تحاول أن تسبغ الغموض على أدائها حينما تسمح لكل هذا العبث أن يحدث دون أن يصدر منها موقف معبر أو موقف يوضح أين تقف بالضبط وهذا في الحقيقة يخصم من رصيدها كثيرا لدى الناس ويظهرها عاجزة أو متواطئة أو مستسلمة لفوضى أدوات الدولة العميقة التي تحاول أن تسحب البساطة من تحتها لترمي بالبلاد مرة أخرى في اللا دولة السلطة ليست البنك المركزي والإيرادات فحسب بل هي ثقافة وفكر لا بد أن تتحلى بها سلطة الدولة الجديدة وإلا فإنها ستجد نفسها وقد تحولت إلى دولة عميقة بامتيهز هذا هو الصراع الماثل في عدن بين الدولة واللا دولة ويكشف الكثير من الأسرار والخفايا ويؤكد بأن أدوات الدولة العميقة ما تزال تعمل بقوة من داخل سلطة التنفيذية في العاصمة وأجهزتها المختلفة لإعاقة أي عمل يعبر عن الدولة ويؤدي إلى ترسيخها هذا أمر مفهوم ومحسوس لكن الأمر غير المفهوم هو أن يقع التحالف فريسة للأدوات العميقة أيضا هو في الجهة التي يؤمل عليها الناس الانتصار للدولة وقيمها لا نستطيع أن نتهم التحالف بالعمل مع الأدوات العميقة لكن كثيرا من الأفعال التي تقوم بها عدد من الأجهزة الخاضعة لإشرافه تكشف عن ممارسات وسلوكيات الدولة العميقة لذا فإنه لا بد من التوضيح بكل شجاعة من أجل توخي الحيطة والحذر إلى موقع الوحدوي نت والذي عنون في صفحته الرئيسية السعدي الحكومة تلقت وعدا من البنك الدولي وصندوق النقد بمساعدة اليمن ويقول الوحدوي أن الدكتور محمد السعدي وزير التجارة والاقتصاد اليمني كشف أن وفدا أمريكيا يتبع المنظمة الأمريكية لدعم التنمية سيساعد في تحسين أوضاع الاقتصاد اليمني وتخطي العقبات التي تعترضه مشيرا إلى أن الوفدة التقى رئيس الوزراء اليمني ونائبه لهذا الغرض وضاف الوزير أن الحكومة تلقت وعدا من البنك الدولي وصندوق النقد بمساعدة اليمن حتى لا يصل إلى مرحلة حرجة وستقدم المؤسستان الدوليتان الدعم الفني والاستشاري لافتا إلى أن هذه الجهات الدولية تبذل قصار جهدها لوقف نزيف الاقتصاد المحلي كما خاطبت الحوثيون حول المخاطر التي قد تشهدها البلاد جراء الاستيلاء على المقدرات ومن العناوين أيضا أسر الصحفيين تحمل ميليشيا لانقلاب مسؤولية إخفاء أبنائها عن من سجن هبرة وقبل مطالعة أهم مقالة الصحفة العربية الصادرة لهذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا مستمرون معكم في كوشك الصحافة ونطالع أبرز ما قالته الصحفة العربية والبداية من الصحفة الكويتية وتحديدا من صحيفة السياسة الكويتية والتي عنونت قوات صالح دمرت جميع المستندات الأمنية وقالت الصحيفة كشف مصدر عسكري يمني رفيع عن مشاركة عناصر تابع للرئيس السابق علي عبدالله صالح ومليشيات الحوثي في القتال إلى جانب تنظيم القاعدة في مدينة المكلة مشيرا إلى أن قوات صالح دمرت جميع المستندات الأمنية وقال المصدر أن مشاركة صالح في استغلال وتوظيف ورقة القاعدة بات الظاهرة لا تحتاج إلى أدلة مضيفا أن صالح ضالع بإطلاق مجموعة من قيادات القاعدة من سجون الأمن السياسي والسجون العامة في محافظة الضالع واب وتعز وعدا وأبيا وصنعا وفي شأن إعداد عناصر أو أعداد عناصر القاعدة وحجم التنظيم في المكلة أوضح المصدر العسكري أنه لا رقم محدد حيث أدى اجتياح الحوثي وصالح لأجهزة الدولة الأمنية والاستخباراتية إلى ضياع وأخفاء الكثير من المعلومات الدقيقة وأضاف المصدر عن المجندين الأجانب في صفوف الإرهابيين وقال إنه لا توجد عمليات حصر دقيقة لهذه الجنسيات خصوصا بعد العبث الذي مارسه الحوثي وصالح بأجهزة السجل المدني إضافة إلى استخراج أوراق ثبوتية يمنية لأشخاص غير يمنيين إلى صحيفة عكاذة السعودية والتي عنونت تفاؤل كويتي بالتوصل إلى اتفاق شامل في اليمن وتفيد الصحيفة أعرب وكيل وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله عن تفاؤله بتوصل الفرقاء اليمنيين إلى اتفاق شامل ينهي الصراع الدائر في اليمن وبنبرة متفائلة وجه الجار الله رسالة إيجابية بشأن المشاورات اليمنية في الكويت الجار الله أكد في تصريح صحفي أن مشاورات السلامة اليمنية دخلت مرحلة التفاصيل في جذور الأزمة مشيرا إلى أنها باتت تسير في الاتجاه الصحيح وأستند في ذلك إلى أرضية مشتركة قال إنها باتت تجمع الفرقاء اليمنين ما يسهم ذلك بالتوصل إلى اتفاق شامل ينهي المأساة في اليمن على حد وصفه من جهته أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن وفد الشرعية لن ينسحب من مشاورات السلام في الكويت لأن الحكومة حريصة على إنجاحها والتوصل إلى اتفاق سلام دائم وشامل وهذا لن يتحقق إلا بتنفيذ المرجعيات الثلاثة المتفق عليها من كل الأطراف وهي المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني اليمن قبل فوات الأوان تحت هذا العنوان أتت افتتاحية صحيفة السياسة الكويتية وقالت حين يصبح نحو عشرة ملايين يمني تحت سيف المجاعة المصلة عليهم جراء الحرب التي تستمر جماعة الانقلاب على المضي بها وعدم مبالاتها بما تسببه من كوارث فإن هذا يستدعي من المجتمع الدولي تحركا عجلا يوقف المهزلة الدموية والإنسانية لأن انهيار اليمن يعني انهيار ما تبقى من المنظومة الدولية التي بدأت بالتضعضع حين وقفت مكتوفة الأيدي حيال تفكك الدولة في الصومال وعجزها عن معالجة كل المشكلات التي يتسبب بها موقفها الملتبس من الحروب الأهلية في عدد من الدول العربية صحيح أن الحكومة الشرعية قبلت الجلوس إلى طاولة واحدة مع جماعة الحوثي صالح من أجل وقف نزيف الدم اليمني لأنها المسؤولة دستوريا وقانونيا وحتى أخلاقيا عن 26 مليون نسمة ومهمتها الأساسية حمايتهم حتى من قوى داخلية استسهلت العمالة للخارج مقابل أن تكون قناعا لسلطة احتلال إيراني المجتمع الدولي بل القوى الفاعلة في العالم متهمة اليوم أنها تقبل بإفناء شعوب بأكملها لتمرير مصالح مؤقتة لا تساوي دمعة طفل جائع أو قطرة دم من بريء وإذا استمرت على موقفها المشجع للامبالات الإيرانية المتحكمة بالثنائي الحوثي صالح فعليها انتظار طوفان لاجئين جدد من ملايين اليمنيين المهددين بالجوع والموت والأمراض جراء هذه الحقيقة المريرة ليس أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من مفر للخروج من المحنة إلا إلزام إيران التوقف عن اللعب بالدم اليمني وضرب الدم المأجورة لنظام الملالي بالعقوبات الرادعة المناسبة حتى لو استدعى الأمر استخدام الفصل السابع وتدخلا عسكريا دوليا فوريا والتخلي عن العزف على وطر محاولات إقناع الإنقلابيين بجدية المحادثات فها هو شهر انقضى منذ بدئها ولا تزال في المربع الأول ربما بات على المخلوع علي عبدالله صالح أن يتمعن بالعجرفة الحوثية ويدرك أنه لم يعد بعيدا من غدرهم بعدما حققوا كما يتوهمون مصلحتهم من تحالفهم معه وأن عودته إلى الحكم أبعد من المريخ إلى كوكب الأرض إلى صحيفة البيانة الإماراتية التي عنونت في صدر صفحتها الرئيسية الحوثي على خطى داعش في تفخيخ الطفولة تقول الصحيفة أن ميليشيا الحوثي لم تكتفي بتجنيد الأطفال وازج بهم في ساحات القتال وتعريضهم للقتل بل تعمل على إصدار مجلة تحت مسمى المجاهد الصغير وقال رئيس مؤسسة وثاق للتوجيه المدني نجيب السعدي إن ميليشيا الحوثي استغلت الأطفال في نشر فكرها وتأهيهتهم فكريا ليكونوا مقاتلين في المستقبل فلديهم منهج متكامل يمجد العنف والقتل والاعتداء ويقوم على إلغاء الآخر بشكل كامل وأضاف السعدي لديهم منهج يدرس في الدورات الصيفية للأطفال الصغار يلقينهم أن كل من خالفهم فهو منافق وعميل لأمريكا وإسرائيل ودمه مباح وتصديف أسادة علم الاجتماع في جامعة تعز ألفة الدبعي أن جماعة الحوثي لا تكترث للمطالب الحقوقية الوطنية والدولية التي تطالب بإيقاف هذه الجريمة لأن الجماعة لا تصنف هذا الفعل كجريمة ضمن معتقداتهم التي يمارسونها بل نجدهم يتوجهون لتأصيل مفاهيم التطرف كأحد المفاهيم التربوية التي ينبغي أن يلقنها الأطفال بشكل مبكر ومن عنوين الصحيفة أيضا إحباط مخطط إرهابي استهدف مساجد في عدن وإلى صحيفة الخليج والتي أوردت تقريرا حول أنشطة التنظيمات الارهابية في اليمن والتي لا تزال تعمل رغم حالة التراجع الميداني وعنوانة الصحيفة تنظيم القاعدة يخسر ميدانيا ويجني مكاسب من وقود مهرب وتقول الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية وقبلية وملاحية أن تنظيم القاعدة بعد شهر من رحيله عن المكلة يزدهر بانضمام جماعات متنوعة من المسلحين في جباية ضرائب على وقود ينقل بطرق غير شرعية إلى شواطئ نائية على ساحل بحر العرب وتفيد الصحيفة يوجد في شبوى أكبر مشروع صناعي باليمن وهو منشأة التصدير الغازي الطبيعي المسال وهو مغلق حاليا في بلحاف والمحافظة مقسمة بين القاعدة وقوات موالية للشرعية والحوثين وقبائل مسلحة وتقول مصادر قبلية أن كل الأطراف تنتفع في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في الوقود في مختلف أنحائها وقال زعيم قبلي أن هناك في شبوى خمس نقاط تفتيش بين بير علي وعتاق تؤدي إلى الداخل الذي يسيطر عليه الحوثيون واحدة للجيش وواحدة لجماعة قبلية مسلحة ويسيطر القاعدة على ثنتين في عزان وتقول مصادر قبلية أن عناصر القاعدة وافقوا على أن لا يعرقلوا تجارة التهريب المربحة وقرروا بدلا من ذلك العمل بأنفسهم في الشبكات غير المشروعة وقال مصدر قبلي أن القاعدة يأخذ حصته من تهريب النفط في موانئ شبوة عبر وسطا وهناك اتفاق مع القبائل على أن لا يعترض أحد طريق الآخر الدول الفاشلة والكيانات الافتراضية تحت هذا العنوان كتب الحسين الزاوي مقاله المنشور في صحيفة الخليج وقال الكاتر الخلل الأكبر الذي تتميز به الدولة الفاشلة يرتبط بحسب ما يذهب إليه معظم المشتغلين في الحقل السياسي ارتباطا وثيقا بطبيعة الوظائف الأساسية للدولة حيث يؤكد أصحاب النظريات السياسية على أن الدولة الحديثة تمتلك وظيفتين رئيسيتين تتعلق الأولى بإشاعة السلم في العلاقات السياسية من منطلق أن الأشخاص زائلون والدولة باقية الأمر الذي يجعل الوصول إلى السلطة وممارستها قائما على قواعد دستورية ملزمة لكل الأطراف وتعتبد الوظيفة الثانية على إشاعة السلم في العلاقات الاجتماعية لأنه من خلال احتكار الدولة لسلطة الإكراه والإلزام يجد الأفراد أنفسهم منقادين بشكل تدريجي إلى تقبل فكرة عدم اللجوء إلى العنف الجسدي ويمكن القول في سياق متصل إن النزوع الاستبدادي للسلطة في الدول الفاشلة غالبا ما يكون أحد الأسباب الرئيسية في عدم انخراط المجتمع من أجل الدفاع عن كيان دولته كما أن تعدد أشكال الممارسة السياسية يفترض وجود تعددية وحركية واضحة داخل النخب السياسية حتى لا يتكلس المشهد السياسي ويؤدي إلى عجل المجتمع عن إفراز نخب جديدة قادرة على مواجهة تحديات جديدة وصفة القول إن وصول الدول الوطنية إلى مرحلة الفشل السلطوي والمؤسساتي يفتح الباب واسعا أمام ظهور كيانات سرطانية يمكن الاصطلاح عليها بالدول الافتراضية التي تتشكل من المجموعات الإجرامية والمتطرفة وأمراء الحروب الذين يحاولون ملء الفراغ الناجم عن انهيار مؤسسات الدولة بهذا القدر من الصحفة العربية نخود قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كوشك الصحافة إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله نبقى الآن مع الكراكات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر